بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري إذا كانت لديك حاجة وتريد معرفة هل هي تقضى أم لا فماذا تفعل؟ هناك استخارة منسوبة لحضرة النبي دانيال عليه السلام ويرويها لنا آية الله السيد عزيز الله إمامة قدست روحه الزكية وهو أن تأخذ قبضة سواء كان من الحمص أو العدس أو الأرز هذه القبضة خذها بيدك ليس على حساب قبضة حمص، عدس، أرز ثم ماذا تفعل؟ تطرح منها ثمانية ثمانية بنية الحاجة التي أنت تريد أن تعرف مصيرها هل تقضى أم لا السقط ثمانية ثمانية تستخرج أو تخرج من القبضة التي في يدك في يدك من الحمص أو العدس أو الأرز ثمانية ثمانية جيد، إذا ما بقيت واحدة فتقضى الحاجة إن شاء الله تعالى بقيت في يدك واحدة كلما أسقطت ثمانية 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 بقيت واحدة فالحاجة مقضية وإذا كان المتبقي من الحبات إثنيا فإن الحاجة لا تقضى وإن بقي ثلاثة فالقضية فيها نوع من النحس وهي غير مقضية وإذا بقيت أربع حبات تقضى وإذا بقيت خمس حبات فهي تقضى بسرعة وإن بقي الست حبات فتقضى وإن بقي السبع حبات فتقضى وإن كان الثمان حبات ليس من حاجتك أو ليس في حاجتك فائدة لا تنتظرها إطلاقا لا تعب نفسك لن تقضى وليس فيها فائدة يعني لا تتابعها في قضائها عرفنا هذا التقسيم الذي ورد عن نبي الله دانيال عليه السلام وكان يعلمها الناس في معرفة مصير حوائجهم تقضى أم لا برنامج صباحة لأي من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام